بدأت في عهد محمد علي سنة 1829 بمجلس المشورة كان بيستشير في الإدارة والتعليم وأي الشكاوي يقدروا على حلها بعد كده سنة 1866 في عهد الخديو اسماعيل سمى المجلس شورة النواب وده يعتبر تطبيق لأول حياة نيابية في مصر بعد كده جت 1914 الحرب العالمية الأولى لغت كل الحياة نيابية دي و1923 حصل فيها إيه؟ بدأ إعلان دستور جديد وتعدد الأحزاب نفس الكرة 1930 بدأ برضو إعلان دستور جديد في 1935 الحاكم الملكي ما سكتش قال لا أنا مش عايز دستور سنة 30 ده خالص أنا هشتغل بـ 1923 وبرضو جات ثورة يوليو سنة 1952 وغيرت كل حاجة ولغت كل حاجة وعمر الدستور كديد سنة 1956 بعد كده عمر الدستور مؤقت سنة 64 بعد كده دائم 71 وحلوم مجر بعد كده في 79 كان أول مرة أن الشعب يستفت ويوافق على مجلس الشورة وفي سنة 1980 بالفعل تم تعديل بعض الدستور وعدت السنين والأيام وجات 2011 قامت ثورة يناير وتلغى وانحل مجلس الشورة بعد كده عدت السنين وجات 2014 وتم تعديل الدستور وتلغى مجلس الشورة وتعدي برضو السنين وتيجي 2019 ويتم تعديل دستور جديد ويتم فيه أن يبقى فيه مجلس الشورة ولكن يتعدل لمجلس الشيوخ جديد والنهاردة ومبارح بنشوف هذا التتويج الجديد لهذا المجلس